اشتركوا في القناة وكمان رحكون مخلص لقلق كل حياتي وبوعدك ما عاد رح اشتكي منه ابدا انا بوعدك سوارة بس بدي منك تستني علي انا واسق من هذا الحكي وهذا اتفاق شو صار لك شفتي سوارة شفتي انه موسى لعى الواحد انه يوسق بحده فورا ولهيك انت لازم تفكري اكتر بسيئتك براجيني لك انا موافقة بس على الشرط الاولي اللي قلته وطبعا موافقة اني ساعدك بس بخصوص رجعتي لحياتك من جديد هالشي مستحيل لك شيء انا ما بقدر وليك ممكن قعدك بس لمصلحة راجيني بس بس كلامك ما انو منطقي ابدا لك شيء مستحيل اعمل شيء من هالحكي لمولدا انا ما بدي اعمل شيء ابدا ولا بدي اقعدك بشيء كمان طيب سوارا بس حطي شغلة ببالك انا رح رجعك لحياتي حتى لو اخدت معي سنين عم حاول اعمل هيك سوارا انا قاسفة بس اختي محتاجتني اكتر سوارا انا رح ورجيك انو اختك ما بينوسق فيه ابدا ووقتها رح خليك ترضي ترجعيلي من جديد انا رح يجبك انت مو شايف طلعي تلعي خلصيني تلعي لك تعالي تلعي سورا تلعي 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 سورا أنا قلت اللي تساوي هيك انتبهي استني لحتى شيلون وقعوا من دون أصدي لا راجيني ما في كتل ميون عن الأرض بيقولوا انه هاد فال ما نمنيح بس ماما فال ممنيح انه نيوقعوا من إيدي لازم نكمل باقي الطقوس اللي لشو رح يصير هلأ بل كي سارشي للاكشي يعني معقول انه لا ما رح يصير له شيء بل كي سارشي للاكشي 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 بارمانة موسيقى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ما حد رح يلمسك يلي بيحاول انه يأذيكي بطلع بروحه فورا اهدي اهدي اهلين ميت اهلا وسهلا شرفتوا شكرا مرحبا تفضلوا اهلا وسهلا اهلا يا ميت اهلا وسهلا يليلي شو القصة ليش وشيك مصفر وتعباني يعني واضح انه انت عطشاني وجوعاني كتير اي عن جد انا جوعاني كتير وعطشاني كمان وتعباني انا ماني عارفاني شو عم بيصير معي اليوم مع اني صايمة بس ماني عم بتعب وماني عم حس لا بالجوع ولا بالعطش ولا بالتعب او الضوخة ولا ايه شي تاني كمان ايه ليكي بتعرفي شغلي اذا الامر ما طلع لبعد بكرة انا ما بتفرق معي حرام الواحد وهو صايم انه يفكر بالاكل او يشرب لانه وقته اكيد بيتعب اكتر يعني لا تخليهم يخطروا على بالك ماما لسه ما اجا لك شي وانا خايفة عليه كتير لأ ما في داعي تخافي هلأ بيجي بس وين سوارة؟ لسه ما شفت لها هلأ ماما هاي سوارة بس هاي ليش جاية من برا؟ كانت في شي مكان؟ ما بعرف اشتركوا في القناة شوفي سوارة ما بتعرف قديش برتاح لما شوفك انا تعباني كتير ومالي قدراني اتحمل ابدا شو صاير فاهميني؟ ليك انا من شوي طلعت برات البيت سوارة؟ ماما؟ امي تفضلي هاي الهدية لحماتك سوارة؟ انتي منيحة؟ ايه؟ شبكي شرميزة نسيتي انه هاي اول مرة بتصوم؟ بتكون تعبت معنا متعودة هلا برجع شذفتو؟ سوارة؟ شوين كنتي اليوم؟ بصراحة انا طيب مو مشكلة يلا يا بنتي روحي وجهزي حالك بسرعة ومنبقى بنحكي بعدين ماشي؟ روحي مرت عمي هاي لقلك يسلموا مرت عمي انا لازم اعطي هاي الهدية لحماتي اهلا وسهلا تفضلوا امي تفضلي هاي الهدية لإلك شكرا شو؟ بليلي سوارة انتي لهلأ صايمة شي ايه؟ ايه منح اكيد هلأ القدير بيرضع عليك لانك قدرت تضلي صايمة برافو بنتي طلع عندك الادرة على الصيام شكرا ماما رح جهز حالي وبرجع لهم راجيني مبسوطة انه شفتك منيحة ليكي انا اجيت بس لحتى شوفك بس اتفاجأت انه سوارة اذا بتريدي انا بدي احكي معيك اليوم في عنا ضيوف كتير هون وانا ما نحاب انه حدا يحس علينا انه ما بنا نحاكي بعضنا بترشاكي اخليكي بعيدة روحي وجهزي حالك لانه الكل عم يستناكي ماشي ديكي سوارة اذا حابة تحكي الشي انتي بتعرفي انا موجود زينسكار تعال ابني ايه يلا انا انا جاي فورا اروح انتي امو امي نادي لك مرحبا اهلا مرحبا ماما ما جبتلي الهدايا مشان حماتي ومرت عمي موسيقى 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 رح اعطيوني اهن وارجع لعندكون موسيقى لكشي ابني وين كنت ام ام شوفي ليك لكشي انا بعرف انه ما اناك حابة بتقضي وقتك مع راجيني مشان هيك انت تركت ورحت بس قدارش خبرني انه اليوم ما عندك شغل بالمكتب مرت عمي بس قل لي انت لوين رحت يا قدير اذا لقلكش بيحكي للحماتي انو انا كنت مختفية يعني بصراحة ماما ماما؟ شوفي قلتلك انو اجا اتصال ضروري ولهالسبب وقتا لاكشي تركني وراح فورا لاكشي انت ليش هيك اتأخرت يلا مو مشكلة روح وجهز حالك لانو قرب يصير الليل يلا لاكشي روح وجهز حالك ماشي لكشي باعرف انو انا عم كذب بس انا حكيت هيك لانو ما بدي ماما تعرف انو انا وانتي متخانين طيب راجيني منيحة كتير لانو انا ما بديها تعرف انو نحن متخانين هاي كل التحضيرات صارت جاهزة هلأ خلونا نبلش غريب وين اسورة لهلأ؟ ايه ماما لكشي كمان ما ايجا طيب ماشي منستنى شوي كمان موسيقى 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 شوفي سوارا ليش وقفي هون سوارا يلا تعيي بنتي لأنه بدنا نبلش يلا روحي 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 اشتركوا في القناة 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 جائے اشتركوا في القناة امي تعيش شوي الستلة تاجي بدا تشوفك يلا جاي روحين معاشا ايلي مين عطاك هالظرف هات؟ ما بعرف مين هو هالشاب اشتركوا في القناة 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 ما فينا نأجل الحكي هلا؟ اسمحوا لي يا جماعة عمي، مرت عمي عمي، مرت عمي، لوين رايحين؟ جايين بس دقيقتين ها؟ مرت عمي، لكن الأمر شوي وبيطلع وهذا أول صيام لقلي، وبدياك تباركيليا طيب حبيبتي راجيني، أعطينا بس دقيقتين ومني جي ايه؟ دخلني، extentرる لوين رجاء المستملكون، cureازة يا قدير إذا عمي يفيدي kanske يشوف الصور هلا… estoyピリ لوين رايحين، تقترب رويين شو هالصور هاي مين اللي جابة سوريش هو اللي عطاني هالصور إجا واحد سلموها الظرف وقالوا هاد لسيد دورقة أنا الصراحة مالي مرتاحة اليوم من الصبح طلعوا لكشي وراجيني سوا وبعدين رجعت راجيني لحالة ولكشي إجا لحاله كمان لما رجعت حسيتها كانت مو مبسوطة وبعدها أنا شفت هالصور وكتير اتضيقت بس السوارة كمان كانت برات البيت لا يا أنا بورنا مو شرط الأمور تكون بنوم متل ما شفتيا انتي ونحن كلنا شفنا بعيوننا شفنا شو عملت السوارة وكيف ضحك بحبك رمال سعادة إختها وهلأ كمان انتبهي شو عملت فضلت إختها على حالة بدل ما تتهمية وتظلمية وتفكري على كيفك بنقعد معهون ومنفهم شو القصة موسيقى روحي فورا نحكي معلك شي وسوارة اللي لن يطلعوا لعندي هلأ موسيقى ايه أبي؟ لاك شي تعال عندي ع غرفتي ناطرك لا تطول لكني جاي أمي طمنيني عن صحتك انتي منيحة؟ يعني عم يوجعك شي؟ لا سنسكهر صحتي منيحة وما في مني كمان سوارة تعالي شو إذا سمحتي بدي إقلك شي موسيقى ايه سنسكار شو بدك؟ طمنيني عن صحة أمي أمي؟ صحة أمي؟ أمي شو بكي؟ رجعت ارتفعت حرارتك؟ ايه ايه الشي بكي لا تقلق هي منيحة أمي تعباني شو من الصيام؟ مم تعبت من الصيام تعرف إني أكتر أم حزوزة؟ عم حس بشي كتير حلو ما بينوصف لأني اليوم أول مرة بصوم مشان شي خار المهم هلأ إنه قدرنا نرجع نكون كلنا عائلة واحدة وهالشي طبعاً بيفضلكن أنت وبنتي سوارا وهلأ بها الثانية حاسي حالي أسعد إنساني بالدنيا لأنكن أنتوا جنبي دايماً بدأي للقدير يحمي لي يا كون وتبقوا بخير طيب مرت عمي إليلي الصيام تعذيب للنسوان يعني؟ أنا بدي أفهم نحن للرجال ليش ما منصوم كمان؟ أنا رح أقدمي اعتراض على هذا الشي اسمع لألك ابني أنتوا لرجال ما نكون قواية مثلنا نحن النسوان مشان هيك ما بتصوم طيب مو مشكلة بدي أسألك سؤال بس لازم ما أحكي بصوت عالي هدول النسوان كلون جوا عانيني كتير ويمكن هلأ يعكلوني خصوصي هديك الاسمينة اسألني شو؟ لو أكيد بتجعوا بيني شو هي العلاقة بين الجوع وبين طولة العمر يعني وقت النسوان بيصوموا ما بيعكلوا القديري بيعطي هذا الأكل كله لألنا نحن للرجال مو هيك وبيطول بعمرنا وبيخلينا قوة من كون أنا عم بسأل عن جد وأنتو عم تضحكوا علي ما رح جاوبك لأنه أنت أكيد عم تمزح أكيد عم بمزح وهذا الأصيام هو رمز الحب مو هيك والحب بيعتمد على الثقة الموجودة بين الاثنين بدون الثقة كيف الاثنين بدون يضلوا مع بعض بيقوم النسوان بيصوموا مشان يدعموا هاي الثقة بيقعدوا بلى أكل وبيصوموا مو هيك مرت عمي بقدر أفهم من هالشي ابني إنك بتآمن بالإصيام مو هيك؟ شوفي حالك بالامراية شوفي وشك كيف يمنور مع أنك بلى أكل وبلى شرب من الصبح وهذا الشي بسبب حب عمي إليك بيكون عمي خايف عليكي وطول الوقت اللي أنت فيه بلى أكل وبلى شرب عم يسأل عنك إذا أنت منيحة ولا لا وإذا عمي وجعك شي وعم يتطمن عليك دائما وهذا الشي بيسبب حبه شو كانو عميبعت لك؟ وهلأ إليلي كيف بدك ياني إني ما آمن بالإصيام؟ وهو شي مقدس وبيقرب قلوبنا من بعض أكتر سورا بنتي تعي شوي لو سمحتي يلا جاي ما بتوى الأمي فيني أسألك سؤال؟ إذا بنتي سورا قررت إنما بدا تكمل معك يا ترى أنت رح تظلك هيك منيح معه؟ ولا رح يتغير تعامل؟ وأنا واسئ إنه سورا كمان هي هيك رح تعملني نفس الشي بقى لا تقل أي من هذا الموضوع مرتعمي وخليكي متطمنة ومرتاحة أنا بحبة وبتمنى لكل الخير يلا فوت شوفي أبي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ابني نحن ما بدنا نزلمك ونتهمك بشي بس حابين نعرف حقيقة هالصور اللي معك إلي لك شي شو صاير معك؟ صراحة أبي الصبح أنا وراجيني طلعنا مشوار حلف لك شي حلف هلأ قولي رح تكون جدي أكتر بعلاقتنا ورح تخليها تصير أحسن بس يلاك شي راجيني قالت إنك مشغول لهيك رجعت لحالة شو الموضوع؟ ايه ماما أنا بعرف راجيني كذبت عليكي لأنه لو قالتلك إنه تخانا أنا كنتي بدك تدايا أو تزعلي سوارة انتي ليش رحتي لعندن؟ وشو عرفت كمان إنهم متخانقين؟ بسراحة راجيني اتصلت فيني بالغلط وأنا أنا 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 سمعت كل شي كانوا عم يحكوا وبعد ما وصلت اتصلت فيي سوارة قالتلي راجيني إنه بالحديقة وكان بدنا نروح لهنيك سوارة أنا ساعة حاكتك راجيني؟ لحظة شوي الساعة ثلاثة أمي هي رجعت الساعة ثلاثة؟ لا أبني متذكر إنه رجعت بعد ثلاثة بشو عام تفكيري لك شي؟ شو اللي صار بعدين؟ شو اللي صار سوارة كتير خافت أمي مشان هيكي قلقت عليها؟ بل أمي يا ترى مين العمل هيك؟ مين إلو مصلحة؟ موسيقى الموسيقى موسيقى 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 جعني من والمستุغية؟ ي 구فل ما في حدا بيعمل هادا الشي إلا هي أبي راجيني عملت هادا الشي سوارة أنا قلتلك هي صاحبت الخطة أنا متأكد من هادا الشي لاكشي نحنا ما فينا نتهم راجيني ومعنا دليل سمعيني شو بدي أقول أنا صحيح ما عندي أي دليل ضدها بس أنت قصتك سوارة معقولة أكتر أنه راجيني اتصلت فيكي بالغلاط لاكشي إذا سمحت سمعيني سوارة راجيني عن جد اتصلت فيكي بالغلاط كنا عملت خانق بجنينة وفجأة اختفت وبعدها اتصلت فيكي وقالت لك أني قاعد بالحديقة وبعدها رجعت على البيت أي يمكن هي رجعت على البيت لأنه إحنا ما رحنا لعندها يمكن ما حبت تضل ناطرتنا هناك مصبوط هالحكي راجيني تأكدت أنه ما رحنا لحنيك هي خططة هلأ جاوبيني هادونا اللي خطفوكي عملوا معيك شي دايقوكي بشي أخدوا منك شي لا طبعاً بس هنن ما خلونا نوصل لعندك سوارا لهتنا وهيك قدرت تاخد الصور وتهرب فيهم شو هالحكي الفاضي لكشي ما في شي من هاد سوارا مو حكي فاضي هاي الحقيقة وأنا متأكد أنه راجيني هي اللي أخدتهم يعني مين اللي ممكن يعمل هيغ غيرها اللي لي خلاص لكشي إذا كلها لقى تشاكك براجيني إلي كيف بدك تستمر بعلاقتك معه وإنت وعدتني تعطيها فرصة تانية لكشي ابني ما قلت لي أعطيتها فرصة تانية بلى عم أعطيها فرصة تانية لأثبت لكن أنك كذابة إيه سوارا أنا لازم شك براجيني لأكد لكن أنه معي حق بكلامي اللي عم قوله ووقتها أنتوا بتشوفوا أني مو غلطانة بنوب وبتصدقوني أول شي لازم تجمع قدلة ضدها وبعدها بسمح لك تشك فيها مرت عمي؟ ليش مش تمعين هون؟ صاير ما أكون شي إليلي ما بتكون تنزلوا الأكل صار جاهز لا لا مو صاير شي بنتي بعدين قلت لي جاهز الأكل؟ أين بلى؟ مشان هيك إجيت لعندك لقلك أنه قرب وقت تطلوا على الأمر وكمان أبي وعمي إيجوا من شوي و... شبك لاك شي كأنك مو على بعضك لا ما فيني شي لاك شي يلا امشوا خلونا ننزل بيكونوا كلهم تحت ناطريننا موسيقى 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 اشتركوا في القناة ليش اتأخر هيك اليوم؟ كل يوم بيطلع بنفس الوقت طيب أنا كتير جاد يخلصنا يطلع بقى ونفطار عن جد ما بقى فيني يتحمل شوفوا ليكوا طلع الأمر ليكوا طلع الأمر ليكوا طلع تعوا بسرعة يلا تعوا بسرعة شو عم تستنوا انتوا يلا تعالوا يلا كلنا لازم نخلص لنفطار اي سورا؟ شو ما بدك تفطري؟ سورا انت عن جد كنت صايمة؟ اي اكيد راجيني كنت صايمة لك انا امشي خلينا نفطار امشي سانسكار شبك؟ انت منيح ما فيني شي انا منيح ايوه اللي شو قصتك لكان؟ انا صمت وانت دخط ايه تمسخري ايه تمسخري ايه اسفة تعال في شغلا سوارة؟ رغم كل المصايف في شغلا حلوة كانت لصالحنا شو؟ لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدوه